اشتركوا في القناة نلتقي بكم مع موقف تعليمي جديد بعنوان توصيل المواسعات يتوقع منك عزيزي الطالب بعد الانتهاء من هذا الموقف أن تكون قادرا على أولا حساب السعر المكافئة لمواسعات موصولة معا ثانيا معرفة الفروق بين توصيل المواسعات على التوالي وتوصيلها على التوازي أولا التوصيل على التوالي نفرد أن هناك مجموعة من المواسعات متصلة على التوالي مع بطارية كما هو معروف في حالة التوصيل على التوالي فإن الشحنة على المواسعات تكون متساوية وشحنتها تساوي شحنة المواسعة المكافئة بمعنى موجب Q هنا موجب Q أيضا وبالتالي فإن الشحنة على المواسعة المكافئة تساوي شحنة المواسع الأول تساوي شحنة المواسع الثاني وتساوي شحنة المواسع الثالث أما الجهد في حالة التوالي فإنه يتجزأ بمعنى V إكوبيلنت تساوي V1 زائد V2 زائد V3 وكما مرة معنا سابقا فإن V تساوي Q على C عند الطويض V إكوبيلنت Q إكوبيلنت على C إكوبيلنت تساوي Q1 على C1 زائد Q2 على C2 زائد Q3 على C3 بما أن الشحنة متساوية فإنه Q تختصر مع بعضها وبالتالي 1 على C إكوبيلنت تساوي 1 على C1 زائد 1 على C2 زائد 1 على C3 وهذا القانون يستخدم لحساب السعى المكافئة لمجموعة من المواسعات المتصلة على التوالي حالة خاصة إذا كان هناك مواسعان فقط متصلان على التوالي فإن المواسع المكافئة لهما تساوي حاصل ضربهما على حاصل جمعهما ثانيا التوصير على التوازي في حالة التوصير على التوازي يكون جهد المواسعات المتصلة على التوازي متساوي ويساوي جهد المواسعة المكافئة لهما بمعنى V-Equivalent تساوي V-1 تساوي V-2 تساوي V-3 أما الشحنة فإن شحنة كل مواسع تكون مختلفة عن المواسع الآخر وبالتالي فإن Q-Equivalent تساوي Q-1 زائد Q-2 زائد Q-3 وكما مر معنا سابقا فإن Q تساوي C في V السعة في فرق الجهد بالتعويض C-Equivalent V-Equivalent تساوي C-1 V-1 زائد C-2 V-2 زائد C-3 V-3 بما أن الجهد متساوي يختصر وبالتالي C-Equivalent تساوي C-1 زائد C-2 زائد C-3 وهذا القانون يستخدم لحساب السعة المكافئة لمجموعة من المواسعات المتصلة على التوازن والآن ننتقل إلى سؤال لديك ثلاثة مواسعات سعاتها 6 مايكرو فرد 9 مايكرو فرد 3 مايكرو فرد احسب السعة المكافئة في حالة أولا التوصيل على التوالي في حالة التوصيل على التوالي 1 على C-Equivalent يساوي 1 على C-1 زائد 1 على C-2 زائد 1 على C-3 1 على C-Equivalent يساوي 1 على 6 زائد 1 على 9 زائد 1 على 3 بتوحيد المقامات ضرب 6 ضرب 6 1 على C-Equivalent 18 18 3 2 5 11 11 على 18 إذن C-Equivalent 18 11 على 11 على 11 micro فرد ثانيا التوصيل على التوازي في حالة التوصيل على التوازي C-Equivalent تساوي C1 زائد C2 زائد C3 وتساوي 6 زائد 9 زائد 3 وتساوي 18 micro فرد سؤال في الشكل المجاور جد أولا السعة القهربائية المكافئة لمجموعة المواسعات في الضارة نلاحظ أن الأربعة مايكرو فرد و 12 مايكرو فرد متصلتين على التوازي لذلك C-Equivalent لهما تساوي حاصل ضربهما على حاصل جمعهما وتساوي 3 مايكرو فرد 3 مايكرو فرد مع 5 مايكرو فرد على التوازي وبالتالي C-Equivalent 3 زائد 5 ساوي 8 مايكرو فرد الناتج من هنا مع 24 مايكرو فرد على التوازي وبالتالي C-Equivalent تساوي 8 في 24 على 32 8 ويساوي 6 مايكرو فرد إذن السعر المكافئة لتلك المواسعات 6 مايكرو فرد ثانيا شحنة كل مواسع نجد أولا الشحنة الكلية Q تساوي C-Equivalent في V كل Q تساوي 6 مايكرو فرد ضرب الجهد الكل 64 ويساوي 384 مايكرو كولوم وهذه الشحنة تساوي شحنة المواسع 24 مايكرو فرد لحساب شحنة المواسع 5 مايكرو فرد نلاحظ أن المواسع 5 مايكرو فرد متصل مع المواسع المكافئة للمواسعين على التوازي تالي فإن Q 24 مايكرو فرد تساوي 384 مايكرو كولوم نحسب جهد الـ 24 مايكرو فرد V للـ 24 مايكرو فرد تساوي Q على C 384 مايكرو كولوم على 24 مايكرو فرد ويساوي 16 فلت وبالتالي فإن جهد 5 مايكرو فرد يساوي جهد 3 مايكرو فرد يساوي 48 فلت لحساب شحنة المواسع 5 مايكرو فرد C في 5 مايكرو فرد ضرب 48 ويساوي 240 مايكرو كولوم Q للـ 3 مايكرو فرد يساوي 3 مايكرو فرد ضرب 48 ويساوي 144 مايكرو كولوم وهذه تساوي Q للـ 4 مايكرو فرد وتساوي أيضا Q للـ 12 مايكرو فرد لأنهما متصلان على التوالي ثالثا فرق الجهود بين طرفي كل مواسع كما مر معنا سابقا بين جهود 24 مايكرو فرد 16 فولت جهود 5 مايكرو فرد 48 فولت وجهود المواسعين معا 48 فولت الآن ما جهود كل مواسع V لـ 12 مايكرو فرد يساوي Q على C ويساوي 144 على 12 يساوي 12 فولت V للـ 4 مايكرو فرد أيضا Q على C 144 على 4 ويساوي 36 فولت رابعا الطاقة المختزنة في كل مواسع A للـ 24 مايكرو فرد نص Q في V وتساوي نص 384 في 10 قوة سالب 6 ضرب 16 وتساوي 3.1 في 10 قوة سالب 3 جول A للـ 5 مايكرو فرد تساوي نص Q في V وتساوي 5.8 بالـ 10 ضرب 10 قوة سالب 3 جول A لـ 12 مايكرو فرد نص في 144 في 10 قوة سالب 6 ضرب 12 وتساوي 9 في العشرة ضرب 10 قوة سالب 3 جول A للـ 4 مايكرو فرد نص في 144 ضرب 10 قوة سالب 6 ضرب 36 وتساوي 2 6 في العشرة 10 قوة سالب 3 جول والآن مع المهمة التعليمية السؤال الأول أثبت أن المواسعة المكافئة لمجموعة مواسعات متصلة على التوالي تكون أقل من أي مواسعة في هذه المجموعة السؤال الثاني مواسعان سعتاهما 4 مايكرو فرد فاصل 6 مايكرو فرد وصل معا على التوالي ثم وصل بفرق جهد 20 فولت احسب أولا شحنة كليهما وجهده ثانيا إذا فصل عن المصدر ثم أعيد وصلهما معا حيث اتصل لوحاهما الموجبان معا واللوحان السالبان معا فاحسب جهد وشحنة كل منهما إلى هنا ينتهي دقاؤنا بكم دمتم بحفظ الله موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر